مرحبا موليد برش السرطان كيف بدي يكون شهر ايار مايو شهر ايار مايو الفين واربع عشرين بالنسبة لالكن مفروض يكون شوي اريح من شهر نيسان ابريل هناك تعاطف معكن اكتر هناك انفراجات اكتر لاسيما في الجزء الاول من هذا الشهر الجزء الاول هو من تاريخ واحد حتى تاريخ عشرين فترة وجود الشمس في برش الثور الاجواء ايجابية الاجواء سريعة الاجواء ناشيطة في عنا تأثيرات مهمة من هالشمس الموجودة برش الثور من ايضا تأثيرات كوكب الزهرة الموجود ببرش الثور الامر الجديد الموجود ببرش الثور يلي بيكون بتاريخ 8 وتأثيرات المشتري كمان برش الثور ومثلثين من زحل ونبتون يعني التأثيرات ولا اجمل من هيك ولا اقوى من هيك هناك تعاطف معكن بشكل كتير كتير كبير ومش شوي ما في شي بيوقف بوشكن خلال هذه الفترة طبعا في عنا تغيير كتير كبير بالفلك لما منروح للجزء التاني الجزء التاني متعب ما بيعطيكن حقكن متل ما انتوا بدكن لكنه بيدعيكن بيشجعكن تاخدوا الامور على مهل الجزء التاني يبدأ بتاريخ 20 حتى اخر الشهر الشمس موجودة ببرش الجوزاء معنات بتدخلوا بفترة من الهدوء والركود لتستريحوا الفترة الافضل هي طبعا لما بتروحوا لليوم الاكثر حظا هيك بتقدروا تتجنبوا تأثيرات الشمس من برش الجوزاء اما الايام الاقل حظا في هذا الجزء التاني بتكون فعلا الفترة ضعيفة وبائسة احيانا بهذا الجزء في عنا اكتمال للامر بتاريخ 23 ببرش القوس يلي هو البيت السادس معناته خلال فترة الامر المكتمل لما بتطلعوا بالسماء وتشوفوا هالامر الفلمون ببرش القوس بتاريخ 23 هادي معناته دليلي تنتبهوا اكثر لوضعكم الصحي واموركم اليومية المتعبة عنا بالجزء التاني احداث حلوة ومميزة فلكيا عم نحكي عنا وحكيت بفيديو خاص لتأثيرات كوكب الحظ الظهر على كل الابراج في عنا كوكب المشتري بينتقل لبرش الجوزاء بتاريخ 25 وعنا طبعا الزهرة بينتقل لبرش الجوزاء بتاريخ 23 هلا كوكب الزهرة خليني انا الفط نظركم لتأثير كوكب الزهرة تأثير كوكب الزهرة من برج الجوزاء رح بيساعدكم رح بيخفف معاناتكم اذا كان في عنكم معانات قد يجلب لالكن مساعدة قد يجلب لالكن دعم وملاطفة ومسيندة لالكن تذكروا انه هي الفترة شوي ضعيفة الحظوص فيها ضعيفة هناك ركود وهناك بعض التأخير في سير الامور لكن الشاطر منكن الزكي منكن بيخطط وبيبرمج حياته الشهرية اخذ هالشيء بعين الاعتبار المشتري في برج الجوزاء هو الملاك الحارس بالنسبة لالكن ابتداء من تاريخ 25 قد يجلب لالكن انفتاح وانفراجات وانشراحات روحانية حلوة امل كبير هناك تفائل اكثر هناك راحة جوانية بتحسوها واجمالا بيعطي قدرات ذاتية اكتر على الارض بتكن تشتغلوا اكتر على حالكم وبتلاقوا الدعم من المشتري هيدا تأثير المشتري الجزء الثاني هو جزء بيطلب منكن تنتبهوا متل ما قلت لكم لاموركم صحية لانه الفترة متعبة بيكون تشتغلوا اكتر لحتى تلاقوا نتيجة الايام الاقل حظة متل ما قلت لكم متعبة ويمكن تكون متعبة صحيا ودراسيا وبالشغل يلي عنده مشاكل ينتبه من الجزء الثاني لانه الامور قد تتأزم بينما الجزء الاول بعتبره حلو جيد ومفيد لالكن الحلو انه في عنكن مثلثات من زحل ومن النبتون بيأووكن بيعطوكن ثقة بالنفس بيعطوكن ارتياح اما كوكب المريخ هون هيدي قصة كوكب المريخ كل هذا الشهر رح بيكون ببرش الحمل يلي هو البيت الاعلى البيت العاشر فباكن تنتبهوا من الانفعالات كوكب المشتري عفوا كوكب المريخ من برش الحمل قد يسبب لكم اندفاع زيادة عن الزوم زائد مبالغ بأمره بتفشكن لحتى يمكن تنفعلوا زيادة تعملوا مشكل زيادة لما بيكون الايام اقل حظا لكن بالوقت نفسه اذا اخدنا الطاقات الايجابية لكوكب المريخ بيعطيكن الجرأة بلحظات انتوا بحاجة تكونوا جارئين بيعطيكن القوة قوة والشجاعة والقدرة على الدفاع عن حالكن لكن حاولوا ان تكونوا ايجابيين بمعظم الوقت يعني ما تروحوا للانفعالات السلبية فمثل ما شايفين الجزء الاول بعتبروا كتير مهم وكتير مساعد وفي دعم لالكن في مساندة لالكن في ناس توقف لجانبكن في ناس تنضم لالكن انتم تنضموا لالا ويمكن حتى تدخلوا بجمعية جديدة ويمكن تدخلوا بيتعاون مع الاخرين يمكن تتعلموا شي جديد يمكن تتعرفوا على على مجتمع مختلف او ثقافات مختلفة هو حلو وجيد حتى صداقاتكن بتكبر وبتعمر الجزء التاني منرجع مكرر باختصار هو الجزء البطيء هو الجزء يلي بيحمل ركود وهون بتكون تنتبهوا من الايام الاقل حظا وللامور الصحية الاكثر حظا من سحل هو الاكتر شي رح يعطيكم حظوظ 8-12 تموز يوليو خلونا نروح للايام الاكثر حظا والتوقيت هو التوقيت العالمي بتزيده 3 ساعات بتاخده توقيت بيروت الايام الاكثر حظا هو تاريخ 2 من الساعة 7 المساء حتى تاريخ 4 الساعة 9 لاربع المساء تاريخ 11 هون الامر ببرشكن شيء رائع جدا من 3 وربع فجرا حتى تاريخ 13 10 و40 دقيقة صباحا قبل الظهر يعني عنا تاريخ حلو هو تاريخ 20 من الساعة 10 ونص مساء حتى تاريخ 23 8 ونص صباحا وفترة حلوة بتساعدكن تاريخ 30 من وحد الفجر حتى مساء الـ 31 بالنسبة للأيام الاقل حظا المتعبة هو تاريخ 4 من الساعة 9 لاربع المساء حتى تاريخ 6 ساعة 10 لاربع المساء تاريخ فارغ من الحزوز هو الساعة تاريخ 8 من 11 و3 المساء حتى تاريخ 11 3 وربع فجرا تاريخ متعب شوي تاريخ 18 من العشرة ونص صباحا قبل الظهر حتى تاريخ 20 الساعة 10 ونص مساء تاريخ متعب كونوا حذرين تاريخ 25 الساعة 3 و40 دقيقة بعض الظهر حتى تاريخ 27 الساعة 9 لاربع المساء رجاء انتابعوا الابراج الاسبوعي والابراج اليومي للمزيد من التفاصيل الى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة